تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وبالجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر إبريل الماضي هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيا في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها استكمالا لجهود الحكومة في مختلف المجالات التي تستهدف الاتقاء بمستوى الخدمة المقدمة هذا وقد تم التعامل مع 2679 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والتموينية أو عدم الإعلان عنها كما تم التعامل مع 2444 استغاثة وشكوى طبية تطلبت تفاعلا سريعا كما تم إنهاء إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3129 كارت تكافل وكرامة اتصاقا مع المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين